لا بديل عن الحال السياسي لأزمة الليبية هذا ما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء سبعة دول أوروبية لدى ليبيا عقب اجتماعين جمعهم مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج رئيس البعثة خوسي ساباديل أوضح أن الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية عملية برلين لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة سكان المدنيين وتجنيب البلاد والمنطقة المزيدة من زعزعة الاستقرار ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ تدابير عقابية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين بما في ذلك تنفيذ حظ الأسحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ساباديل قال إن الحل السياسي في ليبيا سيقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مجددا دعوته لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة كما شدد ساباديل على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكن إلا من خلال المحادثات مرحبا بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجدد تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق ونظام التركي تنتهي كل حقوق السيادية لدول ثلاث ولا تمتثل لقانون البحار في إشارة منه إلى انتهاك حقوق اليونان السيادية في المتوسط وأشار رئيس البعثة إلى أهمية عملية إيرني التابعة لاتحاد الأوروبي لمتابعة حظر السلاح إلى ليبيا معتبرا أن هذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وسط واصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا